شادينا التاسع صباحاً موعدنا مع مجز لأهم الأنباء مع هالة الحمالة ويتفضل يا هالة شكراً جوانا التاسع صباحاً بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينج مجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على استمرار مصر في تقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة في إطار حرص مصر الدائم على التخفيف من التداعيات الإنسانية التي يتعرضون لها جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تطرق إلى الدعم الطبي الذي تقدمه مصر لأهالي غزة حيث تم استقبال ما يزيد عن 2200 مصاب وإجراء أكثر من 1200 عملية جراحية كما تناول الاجتماع موقف تنفيذ الأعمال الجارية لتطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية عالمية ومشروع المدينة الطبية المقرر إنشاؤها بالعاصمة الإدارية الجديدة وأضف متحدث الرئاسة أن الرئيس السيسي تابع كذلك تطورات تنفيذ برامج العلاج على نفقة الدولة حيث تم إصدار ما يزيد على أربعة ملايين قرار علاج على نفقة الدولة خلال عام 2023 بتكلفة إجمالية لتقدر بـ 22 مليار جنيه استفاد منها ما يقرب من مليونين ونصف مليون مرد عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع مسؤولي البنك الدولي لمناقشة سبولي دعم إدارة حوكمة الشركات المملكة للدولة وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على تنفيذ وثيقة سياسية لملكات الدولة التي تمهد الطريق لإجراء إصلاح شامل للمؤسسات المملكة للدولة في مصر وذلك لخلق مساحة أكبر من الاستثمارات للقطاع الخاص وإدارة أكثر كفاءة للموارد العامة من جهتي أكد المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر أن البنك يتيح لمصر الدعم الفني والمالي حتى يتم تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة بشكل يعزز من حوكمة الشركات المملكة للدولة أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أهمية الإسراعي في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى داخل قطاع غزة وزيادتها وخلال اجتماعه مع وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني أطلع عباس الوزير الفرنسي على آخر مستجدات العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني والجهود المبذولة لوقف حرب الإبادة في غزة أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش إنشاء لجنة مستقلة مكلفة بتقييم حيادية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونرواء والرد على الاتهامات التي استهدفت عددا من موظفيها وأوضح بيان أن مجموعة التقييم ستكون من رئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاتغين كولونا بالتعاون مع ثلاثة مراكز أبحاث هي معهد راول وولنبرغ في السويد ومعهد ميكلسون في النرويج والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان وتتهم إسرائيل الأونرواء بأنها مخترقة بالكامل من قبل حماس وبأن 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألفا في غزة ضالعون في الهجوم الذي شنته الحركة في السابع من أكتوبر الماضي بدأ وزير الخارجي الأمريكي أنتني بلينكين جولة جديدة في الشرق الأوسط والتقى الأمير محمد بن سلمان وأي العهد السعودي بالرياض واستمر اجتماع بلينكين مع ولي عهد السعودية ساعتين تقريبا ولم يرد بلينكين على أسئلة الصحفيين بخصوص ما دار في الاجتماع وتعد هذه هي الجولة الخامسة لبلينكين ومن المقارر أن يزور مصر وقطر وإسرائيل والضفة الغربية المحتلة في وقت لاحق من الأسبوع الجاري لإعطاء دفعة للمحادثات التي تتوسط فيها مصر وقطر مع حركة حماس بشأن اتفاق لتحرير المحتجزين في قطاع غزة أعلن البيت الأبيض أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعارض بشدة خطة الجمهوريين في مجلس النواب الخاصة بمشروع قانون مستقل لتقديم المساعدة لإسرائيل وأضاف البيت الأبيض أن بايدن سيستخدم حق النقد أو الفيتو ضد المشروع إذا وصل إلى مكتبه وذلك في الوقت الذي يضغط فيه من أجل إقرار تشريع يتضمن دعم إسرائيل وأوكرانيا وأمن الحدود شاركت وزارة الموارد المائية والري في جلسة المائدة المستديرة الإقلامية الثانية حول الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة في منطقة البحر المتوسط ضمن فعاليات منتدى البحر المتوسط للمياه خلال الجلسة أكد وزير الرأي هاني سويلم أن الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة يعتمد بشكل كبير على تحقيق الأمن والتوازن بين المياه والطاقة والغذاء مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون بين الشمال والجنوب لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا الحديثة للتعامل مع تحديات المياه تختتم اليوم فعاليات الدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب والذي استمرت فعالياته بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس هذا وبلغ عدد زوار المعرض في نسخته الخامسة والخمسين خلال أحد عشر يوما من استقبال الجمهور نحو أربعة ملايين وخمسمائة ألف زائر حيث سجل يوم أمس نحو ثلاثمائة وسبعة وعشرين ألفا وثمانمائة وعشرة زوار محققا بذلك الرقم الأكبر منذ انتقال المعرض لمقره الجديد بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس وأقيم المعرض تحت شعار نصنع المعرفة نصون الكلمة بمشاركة سبعين دولة من مختلف أنحاء العالم وألف ومائتي ناشر مصري وعربي وأجنبي انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال بقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل